تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن شنت قوات الأسد عشرات الضربات الجوية مستخدمة البراميل المتفجرة والصواريخ من طراز فيمط على أحياء في درع البلد بحسب ما أفاد به ناشطون وضف الناشطون أن الضربات أسفرت عن جرح عدد من المدنيين بالإضافة إلى وقوع دمار هائل في المنطقة قال مسؤول في القوات الجوية الأمريكية أن الولايات المتحدة وروسيا كثفتا التواصل لتفادي وقوع حوادث بين الطائرات الحربية في الأجواء السورية مع استمرار الخسائر الميدانية لتنظيم داعش وازدياد المجال الجوي ازدحاما وفي عام 2015 اتفقت جيشان الروسي والأمريكي على إقامة قناة اتصال وتحديد خطوات يتعين على الطيارين من الجانبين اتباعها لتفادي أي صدام تمكنت ضربات جوية للجيش العراقي من قتل ثلاثة قيادين في تنظيم داعش في منطقة القائم الحدودية مع سوريا بحسب ما أعلنته مصادر عسكرية وأوضحت المصادر أن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير مستودع للأسلحة والعتاد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الحلف سينضم للتحالف ضد تنظيم داعش من دون أي شارك في المعارك وكان مصدر دبلوماسي صرح أن حلف شمال الأطلسي سينضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف بأن يزيد من دوره في محاربة التنظيم المتطرف أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخصين آخرين صباح اليوم في منطقة مانشستر على صلة بالهجوم الدامي وترفع الاعتقالات الجديدة إلى ثمانية عدد الرجال الموقفين حاليا في بريطانيا هذا وأعلنت الاستخبارات الألمانية أن منفذ هجوم مانشستر تواجد في ألمانيا قبل أربعة أيام من التفجير بدأت قوات الجيش الفلبيني تطهير مدينة في جنوب الفلبين هاجمها متشددون وانحصر القتال اليوم بعد فرار الألاف عقب سيطرة المتمردين على أجزاء كبيرة من المدينة ولجأت مئات المدنيين لجأوا بينهم أطفال إلى معسكر للجيش في مدينة ماراوي حيث أخذ متشددون على صلة بتنظيم داعش مسيحيين رهاء وأطلقوا أكثر من مئة محتجز من سجنين قالت الشرطة الإندونيسية يوم الخميس إنها تعتقد أن تنظيم داعش على صلة بتفجيرات انتحارية قتلت ثلاثة من رجال الشرطة في العاصمة جاكارتا يوم الأربعاء وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية تورط انتحاريين اثنين في الاعتداء بعدما أعلن سابقا أن المنفذ واحد فقط مضيفا أن الانتحاريين قتلا في الاعتداء نهاية المجز في أمان الله موسيقى